هل مجموعة الاهلي أصعب ولا مجموعة الزمالك هي الصعبة؟ ده رأي الزميل العزيز كريم حسن شحاتة كواحد من أبناء نادي الزمالك رؤيته للميزان في المجموعات لأن الحقيقة كل حد شاف المجموعات يا جماعة برؤية مختلفة كل مجموعة هي مجموعة الموت مفيش مجموعة الحقيقة أبداً كلهم مجموعة الموت وفي الآخر هو أي مجموعة بيتأهل منها اتنين وإنت عندك على فكرة حتى الجدود بتاع المباريات الأهلي والزمالك مع بعض الأهلي بيطلع بره الزمالك بيطلع بره بيرجع يلعب جوه التاني بيرجع يلعب جوه بقول لكم مسار مشترك بين الاتنين حتى لما هسافروا السودان هسافروا سوا وتقريباً على طيارة واحدة نشوف كريم حسن شحاتة ورؤيته للمجموعات الأهلي مع سانداونز والهلال السوداني فرقتين جمدين جداً القطن والكاميروني بقالهم فترة مستواهم يعني مش في المستوى لكن مش عارفين السنة دي ايه الوضع قدم وصلوا دوري أبطال أفريقيا ووصلوا لدوري المجموعات فحنشوف لسه حنشوف يعني مجموعة الأهلي فوق المتوسط معرفة لقيتين جمدين سانداونز والهلال السوداني القطن الكاميروني حنشوف رغم لا أنا عارف ان القطن بقاله يعني مستوى بقاله فترة مش مش كويس بالنسبة للزا مالك لا التلات فرقة جمدين الزا مالك مع التراجي طبعاً فرقة كبيرة جداً ويعني واجهه بعض خلال الفترات اللي فاتت كتير الزا مالك والتراجي وكان التراجي بيتفوق خلال السنوات التلاتة اللي فاتوا وشباب بولوزداد الجزائري فرقة كويسة وبتتطور كل سنة فرقة كويسة وانتو عارفين دايماً المتشاط مع فرق شمال أفراقيا بتبقى متشاط صعبة طبعاً فرقة قوية فريق شباب بولوزداد الجزائري وزي ما قلت لكم كل سنة بيزداد خبرة وبيزداد قوة في دوري أبطال أفراقيا الفريق التالي فريق المريخ السوداني فريق عجبني جداً من السنة اللي فاتوا اللي قابلها والإخوة في النادي المريخ بيعدوا الفرقة وبيطوروها كل سنة فالتلات متشاط جمدين يعني شايف مجموعة الزا مالك كمان أقوى من مجموعة الأهل هو أن الحقيقة بس مش عايز مش عارف إيه جدوة هو أنا مجموعة أقوى أنت مطلوب تتأهل وهو مطلوب يتأهل يعني هو لما نقول يعني أنا بقول مجموعة أقوى وأنت مجموعتك لا أقوى نقعد نقول لبعض بنبرر لبعض يعني بنبرر عشان يعني طب أنا مجموعة يا سيدي أنا مجموعة أقوى بس عادة تأهل طب أنا مجموعة أضعف بس لازم أتأهل أيوة هو الفكرة في التأهل يا جماعة ميش في مين أقوى يعني يعني تبادل تاخد مجموعة يؤديك مجموعتك والأعمالية بقت كل حاجة لازم المناوة المقاربات 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 اللي تضيع وقتنا فيما هو غير مبدي أنا عندي مجموعة عايزة أتأهل منا لازم أركز على مجموعة مش على المجموعة الثانية أقوى الأضعف لأن الحقيقة أنت لما تشوف النتائج السنة اللي فاتت الناس اللي كانت متخيلة إن مجموعة الزمالك سهلة النتيجة إيه مش كانوا متخيلين إن المجموعة سهلة لكن أرض الواقع بالعكس الاستسهال بيخلق بيخلق طراخل طبعا طيب هل مجموعة الآلة صعبة وصعبة ليه نشوف رأيي الكابتن ديا السيد أخيرا أيهما أصعب مجموعة الأهلي في دور الأبطال أم مجموعة الزمالك وده سؤال الأخير الاتنين صعبينه والأهلي أصعب الأهلي أصعب ليه؟ لأنه هيسافر إفراقيا آه الزمالك هسافر الدول العربية آه الأهلي إن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان أنا وإنت يا عمي يا رب آمين هيلعب في مارس ممكن يكون أفراقيا هتلعبوا ساعة ثلاثة الضهر آه الزمالك هيلعب بالليل للثلاث مطشيات آه إنت واكد بلاك الصعوبة إلا لو للمريخ رأي آخر آه مش فاهم إلا لو للمريخ رأي إن هو يلعب الضهر هو كمان ما أعتخدش آه لا لا ما أعتخدش آه يلعبوا بالليل أو يلعبوا هنا لو ما لعبوا مخلص آه آه فنيا الأهلي زمالك أعلى آه لكن في دور المجموعات لازم تبقى تركيز تبقى حريص في التعامل في جامع النقاط عشان تطلع للدور التاني آه لكن هما اللي اتنين أعلى من الفرق اللي معاهم يعني معيار جديد لمعيار الصعوبة أستاذ إفراهيم الظهر ولا بالليل أفريقيا الحر ولا شمال أفريقيا بس إضافة حد عنده خبرة برده يعني وجهة نظر لكن في النهاية قال الجملة اللي لازم الفرقين يفكروا فيها صحية أنتو إلعابوا بقدراتكم ومكانتكم وما تفكرواش في التاني هو أصل بطولة أفريقيا مش أهل وزمالك أنت عشان اللي قاله وزمالك ساعة ما يبقوا حيلطقوا نبقى نفكر أهل وزمالك قبل كده لازم كل فرقة تشوف مصالحها وتركز إنها تتأهل وأنا موافع يا سيدي في رقيتك أصعب وأنا عايز أحس في رقيت مجموعة أصعب عشان نهتم مش عشان نقعد نبرر لنفسنا الأداء والنتيجة لا نبعد شوية عن السؤال اللي أنا مش شايف له معنى لكن الحقيقة طرق السيد شايف له معنى ومختلف شوية نشوف كلام ده أول ما يبتدين إفريقيا بطولة إفريقيا النادي الأهلي هيرجع يعمل الدروب تاني الفترة اللي فاتت بتاعت السنة اللي فاتت النادي الأهلي وقع إمتى أو بدأ الأمور بالنسبة له تبوز إمتى في نهاية بطولة إفريقيا يا راجل أوصل للنهاية أيوة أنا أقولت إيه أنا أقولت يا مهيب دلوتي في نهاية بطولة إفريقيا كانت الفرق أخدت عدد كبير جدا من المباريات وربعات والريدي ما كانوش ريحه السنة دي ريحه بس لما تخش بقى في فرمة المباريات وتخش في المتشات التقيلة وتخش في إفريقيا مع الدوري أنا بقولك أنا بقولك النهاردة مثلا بيرسيتاو في آخر كورة اللي هو بيرقص فيها المهدي وقع اتعور يا خمس فوق ما هو هو نفس الكلام يا كابتن مهيب يعني أنت عندك ثقة في نادي الزمالك اللي هو بيخرج كل سنة من دول المجموعات ما بيكملش حتى عندي ثقة كبيرة جدا أنا بقول يا كابتن مهيب أني الإصابات عند النادي الأهلي مع ضغط المتشات ما الزمالك عنده إصابات خلاص بدأ أرجعه وريدي بدأ أرجعه والله لا حول الأخوة قال بالله يعني أنت يا جابت الطارق ركز كيف يتأهل الزمالك مش كيف يتعصر الأهلي يعني حاجة غريبة جدا أن أول ما يتبضل لزينك تتكلم على تقييم الأهلي وأنه حيتعب بعدين أشكرك أنك توسمت أن أنا حوصل للنهاية وحتعب وسعيتها حلال حلال لكن إنك أنت يعني يعني على طول أعمال بتفق الأول أنت لو تشوفه هو بيتكلم عن قرعة وصعوبة القرعة وتتوجيه القرعة تستغرب يعني ما تصدقش الناس دي بيتكلم جد يعني الناس دي وضعها كلعيبة الوحد كان بيبصّلها لعيبة كبار وما فيش لعيب كبير ما عندوش الثقافة يعني ده ما اللي بيبقى عنده من الخبرات والثقافة والرؤية السليمة والصراحة مع النفس وإلى ما ما يتطورش فتيجي تسمعهم بعد كده وبتكلم مع القرى وكأنهم يعني هل في توجيه ما إن بيستمع خودوا الدنيا في السكة دي الرجل قال له والله ده الأهل يتأهل وتا ما تأهلتش ده الأهل اللي كان بيلعب فاين وبعدين يقول له إيه انت شفت بيرسي تاولا مكعب الفقورة يا الرجل بلاك يا لقد ده بالمجموعات لا وبعدين الكلام على إنه أصله بيرسي تاولا بيصاب وحدش بيقدر يقول طب هو إبراهيمان داي ده مش مصاب سامسوند ده مش مصاب كل الأندية فيها لعبة مصابة مين ده هت تقدر تشوف كل المدربين يلا يلا لعبتك بتصاب أه أول ما تدور تضغط كله بيتعور بيقول لك احنا بنلعب كل أربعة يام مباراة كل تلتة يام مباراة طب والفرقة اللي بقالها تلت أربعة سنين بتلعب الحكاية دي أخبارها إيه لكن وكأنه لعبت الأهلي بس اللي بتصاب ياشيدي وبرزيته بس اللي بتصاب خلاص يعني لعبتنا بتصاب وربنا يحمي لعبتنا ولعبتكم من الإصابة وركز على مجبوعتك يا كابتن طاري واتكلم كيف يمكن لزمالك أن يتأهل إلى الدور التالي بدل من كيف يتعصر الأهل أصر دي مش تحليل دي دي أمنيات عندما تحول التحليل إلى أمنيات يبقى احنا عادين على القهوة صحيح الكومفدرالية كمان أو كاسل الاتحاد الأفريقي اللي بيشارك فيه بيرامدزوفيوتشر لتنين واعوا مع بعض في المجموعة الثالثة ومعهم كمان الجيش الملكي المغربي وأسج ديكارة التوجولي بطل توجو والجيش الملكي وبرامدزوفيوتشر في المجموعة واحدة هي المجموعة الثالثة الأولى فيها التحاد العاصمة الجزائري ومرومو جلانس الجنوب الأفريقي والأخضر الليبي وإلوي لبوبو الكنغو الديمقراطية والتانية فيها أسك ميموزا الإفواري ودياب النوار الكنغولي وريفارز يونايتد النيجيري ومتيبة من بطل الكنغو الديمقراطية والمجموعة الرابعة فيها مازنب الكنغولي والتحاد المنستير التونسي اللي الأهلي كان أقصاه وينج أفريكانز التنزاني وريال باماكو المالي ونتوا عارفين أن كل مجموعة بيتأهل منها فريقين يعني يجي مثلا اللي حيبصي يقول لك ريال باماكو مين ريال باماكو؟ لما تقول المالي؟ لا مالي من القوى الكبرى في كرة القدر وأي فريق فيها بطل يتعمل حسابه فإحنا ما نعودش نتكلم على المجهول اللي عايز يصعد يكسب ويتصدر ويصعد بحسابات القوة مش بحسابات التمني ولا تحليلات الخبراء اللي اتضح أنهم لا كتير منهم لخبراء ولا حاجة ترجمة نانسي قنقر